عما الإضراب في الضفة الغربية والقدس اليوم حدادا على الشاب عدي التميمي الذي قضى برصاص الجيش الإسرائيلية اثناء محاولته إطلاق النار قرب مستوطنة معلي أدميم كان التميمي نفذ منذ عشرة أيام عملية حاجز شعفات التي أسفرت عن مقتل مجندة إسرائيلية وإصابة آخر بجروح خطيرة ظلت القوات الإسرائيلية تطارده منذ ذلك الوقت ظل متواريا عن الأنظار حتى قرر تنفيذ الهجوم الجديد معنا من رمالله مراسلنا فراس لطفي فراس كيف هي الوضع وهذا الإضراب العام في الضفة والقدس يوسف إضراب شامل التزمت فيه كل المدن والبلدات والمخيمات الفلسطينية كما تشاهد من خلف المحالة التجارية أغلقت أبوابها الوظائف الحكومية تعطلت اليوم المدارس بشكل جزئي إلى جانب الدعوات إلى مسيرات غضب واشتباك مع الجيش الإسرائيلي نحو نقاط التماس في كل المدن الفلسطينية وبدأت بوادر هذه المسيرات تظهر في مناطق بيت لحم ورامالله ونابلس وأيضا الخليل وبالتالي نحن نتحدث عن غضب عارم فلسطيني على مشاهد قتل عدي التميمي وهذا الإضراب الذي شمل كل مناهي الحياة في المدن الفلسطينية ليس فقط على عدي التميمي ولكن أيضا على 174 فلسطينيين فلسطينيا قتلوا برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية وغزة كان آخرهم قبل قليل أعلن عن وفاة فتن 16 عاما من بيتونيا متأثرا بجراح أصيب بها في مواجهات عند منطقة بيت إيل قبل أسبوعين تقريبا وبالتالي نحن نتحدث عن خطوات إسرائيلية تصعيدية ولكن مشاهد ما جرى يوم أمس من اشتباك مسلح مع عدي التميمي المطارد لأحد عشر يوما أثار غضب الفلسطينيين بشكل كبير وأثار موجة تعاطف كبيرة أدت إلى الدعوات من كل الفصائل الفلسطينية إلى الالتزام بهذا الإضراب واليوم ليلا عند الساعة التاسعة سترفع الريات السوداء على المؤسسات والمنازل وستعلوا التكبيرات كما دعت الفصائل والقوى الفلسطينية لكن في المقابل من الجهة الأمنية الإسرائيلية هناك حالة من الغضب في الأوساط الأمنية الإسرائيلية وأيضا الإعلام الإسرائيلي الذي يعتبر ما جرى فشلا ذريعا للشباك المخابرات الإسرائيلية وللجيش الإسرائيلي الذي لم يستطع الإمساك بالمطارد عدي التميمي لأحد عشر يوما ومن قام بقتلهم حراس أمن لا علاقة لهم بالمنظومة الأمنية الإسرائيلية وبالتالي البيانات التي أصدرها لبيد وزير رئيس الوزراء وغانتس وزير الدفاع الإسرائيلي لاقت انتقادا كبيرا في الأوساط الشعبية الإسرائيلية وأيضا في وسائل الإعلام الإسرائيلية بكل الأحوال نعم تفضل بكل الأحوال أشكرك شكرا جزيلا أنا آسف فراس في لدينا يبدو بعض الأخبار التي سنتابعها الآن سنكتفي بهذا القدر معك فراس لطفي مراسلنا من رام الله شكرا